اهلا وسهلا بكم من جديد تغطيتنا للحملة الانتخابية تشريغية 17 ديسمبر 2022 ما زالت متوصلة على قناة التاسعة كما عودناكم ليلا أيضا نستقبل أربع مترشحين جدد فقط ملاحظة ليلا بشكون مبيناتنا مترشحة فقط نحرص على مبدأ التناصف فريق الأعداد دقا عديد تصل بنساء مترشحات العديد منهن تعذر عليهن الحضور لكن يبقى من برنا مفتوح لهم للتعبير على برامجهم على أنفسهم وأخذ فرصتهم في التعبير خلينا نستقبل مباشرة المترشحين الأربع الليلة ليحضروا معنا وفا الرحمني المترشحة عن دائرة القيروان الجنوبية ولاية القيروان أهلا وسهلا بك مرحبا بك بجميع الصيد المستمعين قناة التاسعة مرحبا إلى جانبك لطفي رمضان المترشحة عن دائرة زاوية لقصي بثريات ولاية سوسة مرحبا شكرا على الاستضافة وبرك الله فيكم أيضا يحضر معنا وليد أحباب المترشحة عن دائرة يتيك ماتر ولاية بنزرت شكرا على الاستضافة ومرحبا لناس كل المستمعين كذلك مرحبا بك إلى جانبك حاتم الهواري المترشحة عن دائرة جندوبة ولاية جندوبة حاتم الهواري مترشحة عن دائرة جندوبة وبرك الله فيكم على الاستضافة وإن شاء الله هنكونوا في مستوى الحدث يلح عندكم مدقيقتين للإجابة على كل سؤال طبعا السؤال البديهي الأول كل المترشح يعرف بنفسه بالطريقة اللي يشوفها مناسبة نبدأ معك وفا الرحمني دائرة القيروان الجنوبية مرحبا بكم شيدة سيدة المشاهدين كل بطبيعة أنا وفا الرحمني مترشحة على الدائرة الانتخابية القيروان الجنوبية رقمي 7 أنا قررت بش نترشح خاطر شفتها فرصة حقيقية بصيفتي أني مستقلة وعمري من تميت حتى حزب شفتها فرصة حقيقية بش نعب بش نكون أنا صوت المنطقة متاعي فرصة حقيقية بش نكون حاضرة في البرلمان لحقيقة الحضور النسائي حضوره محتشم هيدا ما يترجم يمكن أني أنا المرأة الوحيدة موجودة على البعجيل حتى ما أبدأ التناصف من نجموش نخلطه له معناها الفرصة هذية تفتحنا باب أنه نحن نساهم في سنة تشريعات للدولة بما يتلقم مع خصوصيات كل جهة علش على خاطر العضو البرلمان هو شنوه دوره الأساسي هو دوره تشريعي والتشريعي تقابله ميزانية دونك نحن كأعضاء برلمان إذا كان حلفنا الحظ وترشحنا سواء أن نحن أو اللي بش يكونوا متواجدين في البرلمان بش يكون عنا فرصة حقيقية للتغيير أنا بصيفتي أصغر مترشح عن الدائرة الانتخابية القيروان الجنوبية قررت أني نترشح بش نحمل معناها كامل هموم الجهة متاعي لحقيقة الدائرة الانتخابية قيروان جنوبية بش نسمح أني نعرف عليها في نعرفها في شوية يعني ضم المخصومة المخصومة النبش الخضرة بريكة العرقوب الخزازية منصورة القبلية إن شاء الله ما نكونش نسيتا ولدنهار دونك المناطق هذه الكل هي مناطق مهمشة تنقصها عديد المرافق لقيت روحي أني أنا من باب المسؤولية أني أنا يعني نكون موجودة في البرلمان إذا كان حلفني الحظ أو حتى المترشحين تنفسين معايا اللي نوجه لهم تحية بالمناسبة ونكون لهم كل احترام أنهم يكونوا صوت المنطقة الحقيقي عوضو البرلماني نجم عنده فرصة حقيقية بش يضرب على الطاولة بش يفك للمنطقة متاعه مش بمعنى أننا بش نفكوا يعني بمنطق يعني أننا نحنا بش نفكوا الولايات الأخرى لكن بش نكونوا نحنا الصوت الحقيقي للمنطقة متاعنا مازال عندك عشر ثواني مازال عندي عشر ثواني نحب نقول رهي القروين إن شاء الله تكون غدوة خيرة علش لا شكرا لك لطفي رمضان المترجحة عن دائرة الزاوية لقصيبة ثريات ولاية سوسة تضر شكرا لطفي رمضان ضابط سامي متقاعد من الدونة التونسية رئيس بلادي تقصيبة ثوسة لطريات حاليا مريت بجمعية لتسد رياضي بقصيبة ثوسة لفترة عديد السنوات كرئيس قائد كشاف جيت للانتخابات هذه التشريعية رغبة من عديد المتساكنين من منطقتي لأن هذه أول مرة في تاريخ تونس مش تعدي المعتمدية متعنا في مجلس الشعب بالمناسبة هذه ما نجمش تعدى كضابط سامي في الدونة متقاعدة مش نمر تحية إلى كافة زملائي المتقاعدين ومنتسبي السلك في عيدهم الستة وستين وإن شاء الله نكون خير رافض لزملائي وإلى منطقتي قدمت على المنطقة هذه عن عديد المشاكل البيئية خاصة عن نواد حمدون اللي نجد بقول الدوسية الحارق في المتق التقسيبة والثريات خمسلاشن كيلومتر واربعمائة عملت فيهم لوناس ما لا يفعل في أمة محمد إذن اليوم أنا بش ندافع على منطقتي بكل ما أتيت من جهد بش نقول إلى معتمديدي كل النواقص سواء كانت في مجال الشباب التربية الثقافة الصناعة خاصة منطقتنا منطقة سوسا الجنوبية ما أخذاش حظها في منوال التنمية إن شاء الله نكون آني وبقيد زملائي في ولاد سوسا وفي كامل مجلس التشريع القادم نخو حق جيتي وحق تونس إن شاء الله وشكرا وليد أحبابو المترشح عن دائرة أوتيك ماتر الكل مالك تفضل قدم روحك وليد أحبابو من أوتيك مترشح عدد خمسة قائمة ماتر أوتيك فلاح بالأصل تدولت دراسة عالية ترشحت للدائرة ترشحت على دائرة ما ترأوتيك لعدد أسباب لأنه هذه فرصة بش في أول مرة التتاح بش يكون فما نايب على الطريق على الجهات ترشح هذا يعني كان نوعا ما التقسيم اللي شفناها أحنا التقسيم به برشا نوعا ما عادل لأنه الدائرة فيها ماتر أوتيك وشفنا اللي حسب اللي ريناها نعرفوها أحنا توا اللي ماتر أوتيك فيها تقريبا نفس المشاكل نفس الكلماء تشبه بعضها بشكلها كيف كيف ماذا هي كيف كيف تقسها كيف كيف تتبغ عليها الطابعة الفلاحي ماذا من ناحية اقتصاديا تشكو من نقص في المعامل دونك ليد العامل غاديك معناها بيد العامل ياسر ناقصة الشباب قاعد ناقص ما لقاش وين يخدم دونك احنا مشينا في الاتجاه يعني اللي كونه نسعى للمنطقة متاعنا بما فيه خير وربي وفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله هذا هو الاسباب اللي خلتنا حاتم لهواوي عن دائرة جندوبة فضلك الملك شكرا اذا مرة اخرى نقول لكم بارك الله فيكم على الاستضافة حاتم هواوي مترشح رقم ثلاثة عن دائرة جندوبة ان شاء الله ليقول جندوبة يقول طبعا معناها بلاد و بلاد الثروات الرهيبة و للأسف التفقير الممنهج الرهيب للجهة اللي يقول جندوبة يقول للأسف معناها بكل بكل معنى للكلمة تهميش وراء تهميش مع تواتر الحكومات نأمل بي الترشح متاعي عن دائرة جندوبة وقدموا نفسي كاحاتم لهواوي رقم ثلاثة باش نقطعوا مع التهميش اللي صار باش نقطعوا مع الحقوق المنهوبة باش نقطعوا مع كل ما هو خلف الفترينا خاطر نحبه لنكره جندوبة للأسف صنفت كالمناطق البعيدة عن الفترينا والتي لا تعنى بالقدر الكبير من التنمية والقيمة نظرا لثرواتها اللي يقول جندوبة يقول كشت ليجور اللي سكرت اللي يقول جندوبة يقول ما اعمل عليه البصل اللي سكر اللي يقول جندوبة يقول الفوتوفولتايك المخدمش حتنهار اللي يقول جندوبة يقول ما اعمل الكمبريس اللي للأسف وقت يطلب معناها دعم الدولة ما نلقوش ما فهمناش نحنا تابعين تونس ولا مش نحنا تابعين تونس هديك مشكلتنا نحنا في جندوبة إذن جينا في الباب هذا باش نتقدموا باش معناها ندافعوا على حظوظ جندوبة باش نمثلوها بكل معنى للكلمة كيف كيف جندوبة هي بيدها مهال قطقاضي هي بيدها صالح فري هي بيدها وسيم فرنانة عفوا وهي بيدها فهم الماجري وهي بيدها الدكتور بدر الدين العلوي إذن تهميش وراء تهميش إن شاء الله نقطع معي هذا الشيء الكل وبحول الله قادرين باش نمثلو جندوبة على أحسن ما يرام وشكرا لكم نمشي مباشرة لأسئلة الشأن الوطني من ثم نمر في الجزء الثاني إلى أسئلة الجهاتكم الشأن الجهوي وسؤال طبعا للجميع لكن نبدأ معك لطفي رمضان المترشح عن دائرة الزاوية لقصيبة الثريات الحياة السياسية اليوم تشوفها في الاستقلالية أم في وجود الأحزاب السياسية وتعددها؟ بكل صراحة بعد 25 جوليا ارتحنا من مشاهد مقلفة في البرنامان السابق كانت بكل صراحة شيء يندله الجميع في تصدير صورة تونس حتى الخارج وذلك يخلي سبب من الأسباب عدم معناها جلب المستثمين في تونس لأنها حياة السياسية مهمة جدا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بزادة منها ما يخفاكش اللي الأحزاب احنا 12 مليون تونسي احنا منجوش تلث متع سوكال القاهرة احنا منجوش شمحني خنا نتكلم مشعب التونسي بلغة بسيطة ومبسطة احنا منجوش حوما في الصين حرنا باش نعيشو في 164 ألف كيلو متر باش احنا منأمنوش حتى باقوا حني بالمواطن التونسي احنا عاننا حدود بحرية ما شاء الله عايشين في أزمة وراء أزمة وراء أزمة مفتعلة من كثير من الأحزاب ومن بعض المنظمات واعي ما أقول لأنه هذا بكل صراحة يخلي صورة التونسي في الخارج مهزوزة اذا انت تشوف دول راقية جدا ودول كانت بعدنا مرت بنا سنوات وسنوات ضوئية نقولها لأنه احنا لما تشوف حتى الانترنت في تونس الانترنت في تونس الوقت الحاضر احنا من الناس اللي عملنا عام 2005 عملنا معناها مؤتمر عالمي في تونس واصبحنا من الدول اللي احنا متأخرة كيفاش تحب الحياة السياسية تكون مستقرة في هل وراء مواطن كيفاش تحب حياة السياسية مستقرة وقت المواطن التونسي مع الشقة حتى باقوا حليب ما يقاش باقوا السكر ما يقاش باقوا ززيت هل هذا الحياة السياسية اللي احنا باش مشو بيها للمواطن في الحملة الانتخابية متانا باش هو يجي يدلي بصوته وان شاء الله بيكون سعوزوف انتخابي وان شاء الله يكون التونسي التونسي رحمة شكرا لك انتهى الوقت اكرر السؤال الجميع الحياة السياسية المتوازنة المستقرة تشوفوها في الاستقلالية ام في وجود الأحزاب وتعددها تفضل وفاة الرحمني القير والجنوبي مع رحمة بي بيك مرة اخرى بالنسبة للوجود الأحزاب من عدمه هو في النهاية وجود الأحزاب ينجم يثري المشهد السياسي التونسي لانه التنوع في المشهد السياسي التونسي مطلوب لانه المستثمر لما يجي يلقى اصوات مشتتة ورغم اني مترشحة بصفة مستقلة وعمري ما انتميت لحت حزب لكن طوى نحكيوه على المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية نتجردوا من المصالح الشخصية شوي المستقلين ككتل فكرية يكون متقاربة في النهاية شنية هنا اللي هي لازم تكون إديولوجيا متقاربة يعني التوجه السياسي العامة متاع الأفراد اللي بش يكونوا في مجلس النواب لازم تكون التوجه العامة متاحهم متقاربة بما يخدم مصلحة الوطن لما يكون وجود أحزاب متوينزنا مش كما لرناه يعني تشتيت المشتت اللي رناه في مجلس البرلمان ونضم صوتي صوت الأخة اللي بحذي يقول يعني شي مقزز علاش؟ لأنه هذيك الواجهة الحقيقية متاع البلاد لما تجي انتي تعمل أفعال هذهكة يعني شفنا السب شفنا الشتم شفنا الضرب اللي خلى ردة الفعل الشعبية لكلها رافضة أو نجمش نقول كلها بالإجماع لكن في الأغلب يعني في الأغلب رافضة لشاي لرناه لكن هذا لا يمنع ولا ينفي أنه وجود أحزاب في المستقبل يعني أحزاب في مبدأها مبدأ بناء وليس مبدأ يعني تشتيت المشتت خطر نحن الحقيقة تونس طوى مستحقها أنه لكلنا نكونوا يد في يد سواء أفراد أو جماعات الحزب في المبدأ الأساسي متاعه هو تجميع الناس وتقريبهم من أجل مبدأ واحد لكن اللي شفناه للأسف الشديد أصبح معاه مش تجميحه من أجل مبدأ أصبح تجميحه من أجل بيع وشراء الأصوات وبيع وشراء الضمام إذا كان الشي هذا يصير في البرلمان والجراءة اللي صارت في وصف البرلمان ضرب المرأة إهانتها سب شتم مهما كان انتماءها السياسي نحن ما يهمناش في النهاية في النهاية مراتونسية لما نراه الشي هذاك نحن ينقله الجابين وين مبادئ اللي قامت عليها تونس وين نضال المناظلين وين دم الشهداء من أجل هذا نحن عشنا من أجل هذا ماتوا جدودنا ليس من أجل هذا نحن مطالبين بالأخلاق الحميدة لأنه المستثمر يجي مرة الأولى من أجل الأخلاق ثم من أجل الكفاءات ما فيماش أخلاق يكون فيما صد جدار صد شكرا لك نفس السؤال وليد أحبابه أنا مستقل ما عنديش انتماءات حزبية ونقولها بصريحة العبارة ما كنش نحبذ الأحزاب ما لأجل الوطن ولي أجل مستقبل البلاد رأي اللي الأحزاب عندها فاعلية في الدولة عندها فاعلية في مستقبل البلاد عندها فاعلية في التشريعات عندها فاعلية في كل شيء على شرط أموة تنقص شوية لأنه أحنا نراه ياسر أحزاب الأحزاب التعددية هذه هي تخلق المشاكل تخلق التفرق تخلق برشا حاجات اللي ما تخليش المسار يمشي كما هو المسار اللي نحبوه أحنا هو مسار أصلاح مسار تقدم مسار تكنولوجيا مسار ما عيش أحنا كنا مواطنين ونحبو نعيش كنا نحبو نعيش معنا في أريحية نحبو نعيش ونحبو نأكلو نحبو نلبسو نحبو نحاوسو نحبو نخدمو هذا هو الوبجيكتيف متاع كل مواطن إلا كان الأحزاب تجي تمرد تشريعات اللي هي ما هيش في صف المواطن يا خيبت سمسع هذا مش معقول يحاول بالنسبة للأحزاب تخدم لو كان جاءت أقل وكان فيما تشاركية وكتل تتفاهم على مسار واحد على إدريجة واحدة على أبجيكتيف واحد يفيزيو حاجة معينة ويخدم عليها كانت تكون أحسن برش حاتم ما لهواوي عند عيرجان دوبة تاضل إذن في هذا الباب ما رأنا كان نقوله كونه الاختلاف يبقى دائما صحي والتفرد بالرأي لن يضفي إلى ما غير التغول بطبيعتنا ما ننتميش حتى حزب إذن بطريقة مستقلة أنا تقدمت لتشريعيات 2022 للمؤسسة تشريعية وأعتقد كما قلت كان أنه التفرد بالرأي هو يدخل في باب التغول وطبعا إن قلنا كونه الاختلاف واختلاف الأنوان هو صحي سيبني فقط يجب أن نحتكم إلى شرعية الصندوق والتداول السلمي على القيادة ثم أنه الاختلاف لن يثير للودي قضية إذن وجود الأحزاب من من عدمها هو بالأساس معناها وحسب الديمقراطية العالمية الكل يبني فقط أن نتحد على أهداف وهي علوية المصلحة الوطنية وعلوية المواطن أساس ومعناها ومحور العملية اللي إن شاء الله تقوم عليها الدولة وشكر نمشي للسؤال المولي ونبدأ معاك المرة هذه حاتم لهواوية عند دائرة جندوبة بأي آليات وطرق يمكن اليوم مساعدة الشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وأيضا المهنية على الاستثمار وعلى المبادرة الخاصة خاصة حاتم لا سمحني وليد أحبابه وليد أحبابه خطر يتيك ماطر نجم تعود لي ما كنتش مركز معك خطر في بالي لا السؤال لكم جميع عندك الحق يلا نعاود نعاود تاخذ وقتك كامل أكيد بأي آليات وطرق بالإمكان مساعدة الشباب على اختلاف مستوياتهم التعليمية على اختلاف مستوياتهم المهنية على الاستثمار تشجيحهم على المبادرة الخاصة كيف يمكن ذلك؟ هي تسلسل ما نجموش متفداوة يعني بالنسبة للتشغيل كيفش ناخذ التشغيل كعنوان كتير كوبجيكتيف مش نلقاوه اللي فما الاستثمار أولا يكون هو داخلي أو خارج يعني إجراء الأعمال من داخل أو من خارج هما يجبنا نسهلولهم الساعة الآليات بش ناجم هو يجي يستثمر طو أي مستثمر يجي وحنا شفنا اللي برشا مستثمرين وبرشا رجال الأعمال غادروا البلاد علش لأنه ما فماش بلاتفورم صحيحة نختموا عليها التكنولوجيا تقدمت ديجتاليزاسيون مايش موجودة أو موجودة بطريقة بطيئة تحبو كالسلاح الوطوماتيزاسيون كيف كيف البلاتفورم هذي يزمها تتحط يزمها تخدم بش نجمه احنا نوصله فما تبادل تجاري ما بين الدول بش نجمه نستثمره ونجيبه المستثمرين نجيبه رجال الأعمال ونجيبه الأدمغة اللي هي بيش توصلنا شبابنا وتمرر الفكرة وتمرر جميع الآليات وتمرر كل شيء اللي ما فيه ينجم بالشباب يخلط واللي عنده مستوى ينجم يخدم في نفس الوقت الشباب هذو ما يجبهم تأثير والتأثير يكون عبر اللي هما مش موجودين نحكي على الدائرة بتاعنا بار اكزامبل فما دي سنتر يجب يكونوا أكثر فما زود خمسة اختصاصات فقط كل اختصاصات ترهي شتة وشتة متى 365 اختصاص اللي ما نجموش اللي هي بيش نجم المستثمر يشغل أصحاب المنطقة معناش شباب مختصين شكرا لي كنت هل وقت حاتم لهوي عند إيرجان دوبة أكرر سؤال لكم جميعا كيف يمكن تحفيز الشباب التونسي على الاستثمار والمبادرة الخاصة في هذا الباب الشباب التونسي متاعنا اللي بكل صراح يزينا نعرف كونه معناها من تينا رائدة شباب واعي شباب يعرف قيمة المشهد الموجود ليه نجموش نتحدثوا على رسالة طمقنة للشباب هذا اللي حرق نجموش نتحدثوا معناها على الأفات اللي جاعدة للأسف جاعدة تلم بالشباب انتاعنا إذن هذا هو السؤال المطلوب المهم كونه معناها دولتنا الموقرة يزمها تعطي معناها رسائل طمقنة لهذا الشباب بش تقبلوا بش معناها يعرف اللي فهم أمل في بلاده هذي بش يعرف إذا كان يحب يخرج رو نجم يخرج بطرق قانونية إذا كان يحب معناها يغير معناها من الواقع متاعه رو عنده ثقة في تعليم عادل إذا كان معناها يحب يبقى في البلاد هذه رو يلزم يعرف كونه معناها إذا كان ممشيش في التعليم رو مستعد يعمل مشروع ومستعد بش الدولة متاعه معناها تكون فيها ثقة بش تعطيه القرض وبش تعاونه وبش تعاونه على إنساب الحساب الخاص إذا معناها من هذا المنبر ندعه معناها شباب معناها الزغدية وشباب النور وشباب معناها المدينة والتطور والملقة والعزيمة وسوق السبت وعين الكريمة والعيثة والمعلة والسعادة والجريف الكل دائرة الجندوبة كونه بحول الله بحول الله وإن تعلقت همة المرء بموراء العرش لنا له إذا نؤمن بطاقاتنا نخدم على رواحنا ويجب أن نثمن معناها قيمة العمل وبيحول الله غدوة خير تونس إن شاء الله وفاير رحماني على دائرة القيرام الجنوبية تفضلك مرحبا بيك أنا بسيفتي نمثل فئة الشباب أنا مهندسة ومتحصلة على شهدف الحقوق كيف كيف باقي الشباب نحلموا نحلموا فما جزء مننا يحلم بالوظيفة العمومية وجزء مننا يحلم بعث المشاريع بعث المشاريع نجم تناولوه نحنا كنواب من هاريخر من باب تشريعي شنو المطلوب مننا نحنا شنو النجم نزيدو يعني لازم نسهلوا التشريعات الشباب عندو ثلاثة مراحل المرحلة اللولة هي المرحلة التكوينية في تكوينه هو ثم مرحلة تأثيروا لبعث المشروع ثم مرحلة مرافقتوا مع المشروع ذا ما تنجمش انت تسهلوا قروز من ناحية وتعطيه تسهيلات ثم تسيبوا في سوق واحده لأن المشروع يأما يكون مشروع انتاجي أو مشروع خدمتي يعني تسيبوا كان مشروع انتاجي وتسيبوا في مسالك يعني توزيع المنتوجات متاعه وهو ما يعرفش كيفيش تغرقه يعني يجيبش تعاون وتغرقه في الحالة هذي وكان يعمل هو مد شباب هذي بالحافز المادي نجم يكون على شكل صندوق مش لازمة ديما يعني القروز التأتي من البنوك نجم نحن ندافع هراخل في البرلمان وقولوا لا نبعثوا صندوق تانيم خاص بشباب اللي حبوا يعني يتخليوا على الوظيفة العمومية وينتصبوا لحسابهم الخاص كذلك تأثيرهم في مجالاتهم المختلفة كلهم حسب مجالة وكما قلت لك يعني المنتوج متاحهم سواء كان انتاج يعني انتاج صناعي او انتاج حرا فيه او خدمات لازم الدولة تتناولوا بالتفكير وعضوا مجلس البرلمان يخمم في تشريع ووضعوا في اطار قانوني انه هو يسمح لو ياخدوا من عنده الخدمة متاعه او مثلا لو ناخدوا فلاح مثلا يحس المستثمر الشاب بالامان كيف يحس بالامان ويعطي طاقة في الانتاج ويعطي حافظ كان ما فماش اطار قانوني وفم يعني مرافقة ما بعد المشروع شكرا نفس السؤال لطفي رمضان على دائرة الزاوية لقصي بثريات شكرا يازم اول شيء اول شيء نعمل هو تبسيط الاجراءات للشباب لاش يكون عنده حافظ للابتكار نعطيك مثال خلينا نمشي بصورة مبسطة للشباب كثير من التشريعات مثلا لما نعطيه اخر مصدر لما خرجت تقريبا قانون للدفع بالبرتابل الدولة او او المسؤولين اعطاو هالمشروع اعطاو لالبنوك لانهم اعطاو معناها حاجات تعجزية للشباب عندنا كثير من المهندسين الاتصالات وعندنا من كثير يمكن يشغل مع عشر عشرين عقل الرأس ما العشر مليارات هل الشاب من نجاح عشر مليارات خاصة اللي لما نشوفه احنا بعد سنتين من الكورونا الشركات الكل اخذت معناها معناها خسرت ما عدا البنوك عندها فأض ربحي كبير جدا لماذا رغم اللي رئيس الجمهورية سن قوانين باش عقل شي يبسطوا الاجراءات او يوخروا في مجال سداد الديون حاجة اخرى لما انت تحب على الشباب يخدم انت ولده فق هم فق ذهره وحن لو جعله لعطيهم مثال الرياضة ومدارس الرياضة ومعهد الرياضة اللي تخرجلنا في الاف المؤلفة لاندي فيش كونت اخوا هل فقرت في استقطاب كل هذا الشباب وتحفيزه او اعطاه يعمل اكاديميات اكاديميات بعض الاراضي باش يعمل ملعب ويعمل كذا هل الاراضي الدولية اللي عنا وعنا مهنسين فلاحيين ما شاء الله هل عطيناهم فرصة باش هم شكرا لك انتهى الوقت شكرا انتهى الوقت سؤال الموالي نمر من الشباب الى العاملات في القطاع الفلاحي وسؤال باش نبدأ معك بيه حاتم لهواوي عن دائرة جندوبة حوادث متكررة حوادث العمل حوادث النقل اخرتها هذا الاسبوع ديما لقوا مشاكل بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي كنواب محتملين شنو تصوركم لتحسين وضعيتهم هو بمخص معناها العاملات متاع السلك الفلاحي الموجود نحن عنده بصراحة معناها طاقة كبيرة في هذا الباب النساء العاملات في هذا الباب كل مرة بصراحة للأسف نسمع معناها بحادث حاولنا في سابقة الأوان بش نظم العملية هدية وتدخل معناها الشركة الجهوية للنقل لكن للأسف لكن للأسف معناها الفشل المشروع نأمل بش المشروع هداك يعود يرجع من جديد على خاطر نحب ولا نكر وفهم معناها عباد تخدم في القطاع هذا ومعناها هي تهز إنساء هدوكم والعملات متاع الأراضي الفلاحية هدية ووزحهم على الفلاحة مصاب لو كان معناها في مشروع تشريعي إن شاء الله قادم تكون العملية مهيك لأكثر يكون فيها نقل معناها لائق للعاملات هدوكم طبعا مع تدخل للصناديق معناها يتخلص عليها السيانة ساسم تايحة فهمتني وتحظى بما هو يكفل لها العيش الكريم وظروف العمل طبعا الكريمة اللي تكفل لها وتحفظ لها ماء الوجه متاح إذن كل الدعم في هذا الباب لهذا المصار باش نحافظ على النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي للأسف معناها هي قوة كبيرة وطاقة كبيرة معناها في الانتاجية والعمل ويجب أن نقف لها احتراما ونرفع لها القبعة احتراماتنا لكل النساء العاملات في القطاع الفلاحي واللي يخدموا كل يوم ونشوفوهم والله على الصباح بكري بالجفة متاح بفطور بالمسحة معناها في البرد في السخانة في الشتاء في غيره هم موجودات معناها وقاعدين يقدموا في خدمة كبيرة ما يسعنا إلا أن نعطوهم حقوقهم كل كاملة مع طبعا قبلة كبيرة على جبينهم نفس سؤاليك وليد حبابو عن دائرة تويتيك ماتر كنائب محتمل إذا كان وصلت للبرنامان وفوست بالانتخابات شنو بشتعمل للتحسين وضعية العاملات في القطاع الفلاحي الوضعي الذي قادم ترديا منذ سنوات هو ميداني لأنني أنا فلاح بالأصل ورئيس نقابة الفلاحين بأوتيك وعضب المجلس التنفيذي بالنقابة الجهوي بابن وزارت المشكلة هدايا نعاني منه يعني كفلاح لأن يجيب العاملات ونعمل منه كمنظمة الإشكال في التنقل متع العاملات هو قلة الإستنصير قلة مع ذا مش باش يهزوا يعني الأغلب الفلاحة عندهم شاحنات ما نجموش يوفروا كار ولا يوفروا حاجة اللي نجمو يهزوا بها الخدمة بتاحهم فما الترخيص يطلبوا فيها الترخيص هذو ما ما هيش حاجة اللي هي أوفيسيال نجمو بشي يعملوا عليها لأنه يجبو يوفر يا أما كار وإلا ميني بيوس وإلا شاحنة مسكرة فيها كريسي فما يحطوا كريسي على مين وعلي سار بيجهز كما قولوا مثلا أنت يطل شاحنة 6-7-8-100 في الأحنا كنواب محتملين محتملين إن شاء الله وربي سهل بالنسبة الدور متاع النائب هو دوره من الجم يكون من ناحية التشريعات نجم نسهل الترخيص متاع النقل لأنه أحنا نعرف ونعيش فيها وقتين نطلب ترخيص أحنا كفلاحة يعني أنا ننسب روحي كفلاح لأنه نفلاح ونقعد فلاح وديما فلاح الترخيص تتعطر تمشي سبط ترخيص نسهل في الإجراءات متاع أخذان الترخيص من السلاط المعنية هذا يجب يكون موجود في أقرب الآجال معنا وقت عند المطلب يعني يجب يكون موجود ويجب شكرا لك انتهى الوقت نفس السؤال وفا رحمني على دائرة القيرة والجنوب عايشك أنا من الناس اللي متبنين القضية متاع المرأة الريفية وحتى كتبت فيها قصيدة بهم منها العجز بركة الصدر والعجز أي درة الريفية رمس الجهات هما مجاهدات بامتياز الحقيقة عليها في المجلس وفما شاب قيرواني عامل منظومة كاملة اسمها أحميني يعني من أربع أو خمسة سنوات فات باش نسمح روحي نحكي عليه خطر باش نكون صادقة مع الناس اللي تكلمت معهم منظومة تخص التغطية الاجتماعية متاع نساء الريفيات واللي ترتكز بالأساس على وتاخد دينار واللي هي تتماشى مع طبيعة الشغل متاحهم الحقيقة والأجر الزهيد اللي يأخذوه فما الحد الآن يعني الإدارة التونسية السكتة على البرنامج اللي حصد جوائز على مستوى العالم في كل محفل دولي شرف تونس يعني أنا كان نجحت في البرلمان من الناس اللي باش ندافع على البرنامج خطر رفيح حلي مثل 800 ألف امرأة في القطاع الفلاحي من ناحية القتل سمحني من ناحية النقل ترخيص كما اذكرها أخويا فما المعابر الفلاحية الوعرة جدا وانا بحكم زيارات الميدانية واتنقلت في قلب قلب الريف متاع المنطقة القيروان الجنوبية يلقوا صعوبة باش يخرجوا حتى النقل ما ينجمش يدخلهم هذيك عليش تيضطروا باشيقوموا الاربع منتاع صباح باشيخرجوا على الكياز ويقبلوا بظروف ذيك المزرية اللي نحن روها بكثير من الأسعي معناها مايجيش مش معقول لازم طوى في البرنامان يصير تشريع ويعطيه ترخيص خاص كما النقل الريفي الفردي يصير النقل للنساء الريفيات بمعلوم معقول يتماشى مع أجرهم بالإضافة إلى برنامج أحميني لازم يرى النور طوى معادش برنامج رائد حصل على جواز نرجع ونقول على مستوى العالم من هنا من المنبر نوجه ندائي المنظمات اتحاد الشغل الاتحاد المرأة يتبنى والبرنامج يدفع عليه خاطر حل كمهندسة أنا كمهندسة مطالبة بالتوفير الحلول وهو حل جذري شكرا لك نمر للطف رمضان على دائرة الزاوية لقصيب الثريات شكرا هي كل هذه تتلخص في بعض التشريع المبسطة ونخرج من البيروقراتية المقيدة التي عايش فيها البلاد التونسية هل يعقل أن نعطيه إلى قطاع سياحي أو صناعي حافلة بامتيازات جيبائية ما تدفع حتى فرنك وما نعطيه في قطاع فلاحي إلا كثير من المواطنين الذين قدموا بترخيص بش يستقبوا حافلات من الخارج كما جابتها الدولة وفرقت على الشركات القومية وهذا بكل صراحة عائخ كبير نوعا ما بش ربما نزيد الغني غنان ونزيد الفقير منها فقرا وكما قال الشعر معروف الرسافي لا يخد عنك هتاف القوم بالوطن فالوطن فالقوم في السر غير الوطن في مناء العلن كنا نجيه في المنابر ونتكلم ونقول ونقول لكن بش ناخذ قرار بجرد قلم ناخذ القرار هذي العاملات يومية قادة تقطق كما قالت منها الأخت في كل الطرقات علاش من خرجوه قانون في شهر من زمان يعطيه شهر شهر أو مرسوم من سيدة رئيسة الجمهورية يعطي انتهاج جبائي إلى بعض الشركات كما مناها بش تجيب حافلات تأمن كرامة المرأة الريفية لأنه هي المصدر الكبير لتزويد السوق بالمنتجات الفلاحية ومعها زادا مشوا مناها أجر بسيط مناها 5.000 فرنك أو 10 فرنك لا يفي بالحاجة في عام 2022 إذن بكل صراحة أختي الغالية إذا كان إحنا باش ننقعد دائما مناها ننغنيه بشعارات رئيس الجمهورية أو مناها وزير الاقتصاد أو وزير النقل بجرد قلم من الجميع يعطي قانون يخلي الناس تجيب حافلات يعطيهم للناس هدومة ويخليوا تخدم على رواحها باش يكونوا أحسر رافض في مناه الاقتصاد الوطني شكرا لك أسؤال الأخير على مستوى الأسئلة الوطنية ونبدأ معك وفا الرحمن عن دائرة القيروانة الجنوبية شنو تصورك لمنوال اقتصادي وطني محفز للنمو أو خالق للنمو ومنتج للثروة شوف منتج للثروة الساعة كنا نحكيه على ثروة نحكيه على ثروة فلاحية ثروة صناعية ثروة حرافية ثروة ثقافية هدوما لكلهم ثروات نحن عنا في البلاد متاعنا سواء قروان أو الولايات الأخرى عنا ثروات ضائعة عنا ثروات فلاحية ضائعة وغير مثمنة إذا كان مش نحكيه على فلاحة في القروان نحكيه على تثمين المنتجات الفلاحية إذا كان مش نحكيه على فلاحة في تونس نحكيه على تثمين المنتجات الفلاحية إذا كان مش نحكيه على فلاحة نحكيه يزد على تجميع نقاط التجميع وكيما قلت لك في مرحلة سابقا يعني بايحه واذا اخذ منوال المغربي لانه منوال نجح جدا يخفف العبق على الفلاح اذا كان باش نحكيه على الصناعة ونحكيه على المناطق الصناعية وما تشهدوا المناطق الصناعية الصناعية ذيه من عراقيل في الترخيص وفي الليجان المشرفة وا 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 رانا نحن كنواب لازم نتناول قرار وطني جريء يسمح بيعني فك القيد على الشيء هذه المناطق الصناعية بما يضمن كيفه الفرص بين جميع بعثي المشاريع اذا كان مش نحكيه على الحرفي الحرفيات الحرفيات في تونس راوتنجم تتبنيهم برشا منظمات فما برشا تعاضد بين المنظمات والجمعيات اللي عملوا المعارض ويعرفوا بالمنتوج التونسي على خطره عنها يعني يعني حرفه من اجمل ما تكون مثلا الظربية في القرواين ماتت الحرفة ذيه او السرج متاع الاحصان نتذكر انا جاي مستثمر مستثمر الخليجي جاي بشي حبي يشري السرج بتاع الحصان من قيرا ويني القاه انه اكبر راجل توفى وما ورشت صنعه حتى عليش خاطر ما فماش كون تبنى ما فماش كون شجع اذا كان مش نخضر مستوى يعني الانتاج الثقافي راهو عنا مخزون ثقافي ثري جدا الاغاني تونسية تبيع روحها الاغاني تونسية القديمة الشعر يبيع روحه هذي الكل ينجم يكون يعني نحنا المنويل الاقتصادي متاعنا هو منويل تشريعي بالاساس يحمي جميع المجالات وجميع القطاعات ويحفز الجانب التحفيزي اذا كان يغيب راهو الانتاج يغيب على خاطر حتى المستثمر في مهما كان القطاع متاع يولي خايف ينتج خاطر يخاف انه يخسر شكرا لوت في رمضان مترشح عن دائرة تزاوية الاقصيبة ثريات نفس السؤال في حسب رأيك وفي تصورك شو المنويل الاقتصادي الوطني الامثل لخلق الثروة والله خلق الثروة احنا عنا ثرواتنا مهدورة احنا عنا الفصفات بتاعنا على مظن كان الرابع عالميا اليوم مصبحنا في خبر كان عنا فانات البترول اللي تتسكر عنا الاضرابات العديدة والمتعددة لباش نبركوا الاقتصاد الوطني احنا العالجوا رواحنا باتنا وقلوا شنو المنوال اللي حاشنا به احنا مقناش علاج للازمة الاقتصادية اللي عاشينها منا في تونس كنهار واحد مضرب كنهار واحد ميحبش كنهارك الحاجة ذيكا بلكش نقصيه نحن الثروات في تونس اين ثروة الفصفات اين البترول اين الغاز اين الزيوت اين التمور وين احنا بالنسبة لنحنا للسوق الافريقية اين نحن من رواندا اين نحن من اثيوبيا المنوان المغربي الى ساعة وثنين كل حد يجيب يجب في المنوان كنا احنا من عهد الحقبة البركيبية كنا احنا رواد في مناها افريقيا سواء كان فيه معناها بعث معناها الاذمغة التونسية اللي طوى ما شاء الله عنا احسن احسن طاقاتنا اللي هي ماشى الى اوروبا احسن شبابنا اللي يكل فيه الحوت عن اي عن اي عن اي منوان اقتصادي نتكلمه وقت اليوم التونسي ما عاشي مأمن حتى في قوته اليومي على اي منوان اقتصادي نتكلمه وقت الي احنا اليوم السميق ام متعنا ملاليم قدام اوروبا اذا من كيفية علينا نعالجوا الامراض اللي عنا كل تونسي ينظر الى 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 نفسه من رئيس من وزير من مواطن يشوف روحه الساعة شنو هو قاعد شنو واخه من تونس تونس اللي قراته تونس اللي اعز مش هادة اليوم ظهرني جاء الوقت باش كل شيء كل حد يعطي حويجة الى تونس اللي هي في عاجلنا اليوم وشكر وليد حبابو دائرة اي تيك ما عطر نفسه السؤال تفضل مقبل ما نتحثوا على خلق الثورة خلق الثروة سمحني نتحثوا الساعة شنية الثروات اللي عنا بتبيعتها الساعة هما برشا ولكن المشكلة احنا المواضلة عنا ما نش مستحفظين عليها دون قبل ما نتحثوا على خلقها نتحثوا الساعة للحفاظ عليها الثروات الكلها في تونس مطلوبة في كامل بلدان العالم الي هي من احسن الثروات ومن اجود الثروات بالاخص في الفلاح احنا عنا ثروة كبيرة عنا ماء عنا الشمس عنا تمبراتور الامبيانت اللي هي موجودة تقريبا مش الوحيدة ماء من احسن التمبراتور في العالم وعننا منتوج معنى لا يظاهيه ماجهو منتوجة المياه كذلك احنا مستحفظوش على المياه اللي هي ثروة اللي هي جاد بريود متع جفاف لم يتم جهر التنظيف للبراجات اللي احنا نعانيه كنا نعانيه في مرحلة سابقة معداش برشا اللي الماء كان بش يقص حتى على المواطن سابق لي كان بش يقص هذا اهدار اهدار معناها من مخالفات كما كنا نحكيه الصراع سياسي او صراع جنسي اي نوع بتاع صراع احسن استثمار واحسن ثروة هي ثروة الفلاحية كما كنت نحكي ولكن النجم القطروها فلاحيا اقتصاديا تجاريا صناعيا بطريقة اللي الانتاج تصنيع التحويل ثم التصدير وهذه كل هات نجم تشرك جميع اطراف الموجودة بجميع اصنافها بجميع مستوياتها وكما قلت طلوا على شكرا ليك انتهى الوقت واختم في الاسئلة الوطنية مع حاتم لهواوي عند ايرجند وبالفضل اذا وقت نعدد الثروات الوطنية متاعنا اعتقد معناها اللي هي مقارنة بمعناها عدد نسمات معناها في تونس وهو 12 مليون اعتقد اللي تونس ثارية وثارية وثارية جدا عندما نتحدث عن الفسفات عفوا والبترول ونتحدث عن زيت الزيتون ونتحدث كذلك على الاثار متاعنا الموروث الثقافي بكلها ثروات اضف الى ذلك انه فيما يخص معناها تونس تتحوز على موقع جيو بوليتيك يخول لها بشكون هي بوابة البحر الابيض المتوسط وتنفتح مباشرة على اوروبا هذه الثروة اللي لو كان معناها القادة متاعنا والدولة متاعنا تستثمر فيها اعتقد اللي بيحاول اللي بيحاول اللي بيحاول اللي بيش نقطعه مع كله ما هو ريبة فيما يخص كيما قلت معناها بعث الامل للشباب بكي يستثمر بعث الامل للأدمغة تاعنا بيش معناها ما اتغادرش البلاد هذي وبيش ترجع الخير اللي تمتعت به يزبنا نعرف ونحن كونه الدماغ التونسي هذك والمادة الشخمة هذيك تونس صرفت عليها الطريق وصرفت عليها المدرسة وصرفت عليها الجامعة وانا الاوان معناها في المؤسسة التشريعية بيش تونس تستثمر في ولداتها وتستثمر في هذا الكم الهائل من الثروات نختم بالاسألة الجهوية اللي تخص جهاتكم ودوائركم الانتخابية ونبدأ معاك لطفي رمضان المترشح عن دائرة الزاوية اللقصي بثريات ولاية سوسة النشاط الاقتصادي بالنسبة لدائرتك ما زال يحتاج الى الدعم الى التطوير الى التثمين شنية حسب رأيك الحلول اللي تراها انتي يعني تنجم تحلل اشكال هذية وخاصة تجذب المستثمرين التونسة والاجانب والله يقبل النشاط الاقتصادي دعاني ناخل كلمة فيما يخص النشاط التربوي في بلدي قصيب سوسة والثريات وزاوية سوسة هالاعدادية في زاوية سوسة وعدادية تقصيب سوسة والمعادة الثانوي اذا كانت تحبوا نمروا الى نشاط اقتصادي او صناعي او كذا واحنا عنا هالاشكاليات اذا كانتو ما جي تشوفوا الطريقة المهترئة امسي ويتسون فانتويت هذه بن سوسة الى حد الثريات اذا كانت جي تشوف انتي ما تلقاش معناها ميتر والترتوار مؤمن لتلميذ الرجوع او الذهاب لما درسته اذا كان انتي تشوف غيابة دوريات الامنية في الحالة في الحالة هذه جيتي رهي مكبلة بعديد المشاكل وخاصة مشكلة عودها واد حمدون 15 كم و400 من الاوساخ ومن الروائح الكريهة اللي تعالي منها بدين تقصد بالسوسة والثريات كل نهار يوميا نفس المشكل نفس المشكل حتى في نطاق اجتماع مع السيد وزير الاقتصاد بحضور السيد وريسوسة راهوا الى يوم الدين هذايا ما زالت نفس الاشكاليات العائقة المواطن التونسي لهو في العيش الكريم مش تعمل انت لي حالها كنائب محتمل انا التسريع في اخذ حق جيتي بالقانون وبالعدالة الاجتماعية بين كافة الجهات لانه مش معقول باش نكونوا احنا ولاية سوسة في منوال التنمية احنا في المرتبة الاخيرة اذا كفاية علينا من تهميش كمنطقة جنوبية في ولاية سوسة يزمن ناخذ حقنا وشكرا وفاة الرحمنية المتراشحة عن دائرة القيروان الجنوبية ولاية القيروان وقت اللي يقولوا القيروان يقولوا اثار التاريخي اثار الحضاري الثقافي ايضا لكن للأسف ما تشهدش اقبال واستقطاب للسياح والزائرين الا موسميا نشوفوها فقط في المناسبات الدينية لسيما المولد النبوي الشريف كيفاش بشتعمل كنائبة محتملة شنو تصورك لجعل منطقتك وجهة سياحية على مدار السنة شوف القيروان نحن عنا ساعة مهرجان مشماش اللي موجود في صبيخها منطقة صبيخ عنا مهرجان زيت زيتون اللي موجود في منطقة العلاي بالاضافة الى مهرجان مولد النبوي الشريف اللي خذها سيط عالمي مهرجان زيت زيتون مفروض روى عنده سيط عالمي في بالك نحن عنا زيتون الروماني في منطقة العلاي عمر زيتونه اكثر من الف سنة لكن مايتمش الحديث عليه في وسائل الاعلام لهنا القروان بش تكون تحظى بالفرص المتاحة سواء قطب ثقافي كقطب ثقافي سياحي وديني بتحكم خصوصية المنطقة متاعنا عنا اول حاجة نزمنا نخدمو عليه نخدمو على الاعلام راهو السيح مش بش يجيب الضرورة يقعد مكتف راهو في وتيل ولا يمشي للبحر نحن عنا ما خير من الوتيل والبحر في الاتقى التنفسية بين الجهات يعني عنا عنا المناطق الخضراء الشاسعة جدا عنا عضوبة الماء عنا بير السبع بير السرج بير هذي استشفائية عنا بير السرج عنا في منطقة الوسلتية وجبل السرج عنا منطقة كاملة رومانية معبد روماني مهجور عنا كهف غادي في نفس المنطقة زادة عنا كهف نجم يعمل التربية لكن المناطقه دي مش معرف بها أصلا عنا منظمات عالمية مين حتحب تعطي فلوس القروان للأسف الشديد ما لقاتش تتعامل معه تصورك لتثمين كل هذا تصوري لتثمين كل هذا هو التشريع أول حاجة لأنه برلماني دي ما نرجعه أنه دوره تشريعي بالأساس يعني مربوط بدوري إذا كان وليد في يوم الأيام عضوة مجلس برلمان لازم تشجيعات خاصة للمستثمرين بيش يجيوا يستثمر في القروان ولازم العمل على جلب المنظمات العالمية للعمل مع المنظمات والجمعيات المحلية خطر هي اللي بيش توفر الفلوس وهي اللي بيش تخدم يعني دي زون بيلات مناطق نموذجية تعرف في منطقة برقزون بالعبيدة وشوفت بعيني وتأسفت برش لداخل كان فيما ولي مقام ولي صالح لحيوة طايحة عليه يعني الولي صالح يقولوا لي المتساكني المنطقة في يوم الأيام كانوا جيوز سياح من العراق يزوروه يعني المنطقة هذه تصور لو يرجع الولي يتهيئ بيش تكون يعني سياحة داخلية والمترشح عن دائرة ايتيك ماتر ولاية بن زرد ايتيك تصخر أيضا بالعديد من المعالم الأثرية التاريخية كنائب محتمل كيفش تعملوا على إعادة الإشعاع للمدينة والتثمين كل هذا المخزون التاريخي والتراثي ايتيك معروفة تاريخ متاع 3000 سنة مرت عليها برشة حضارات عديد الحضارات لكن مع الأسف كدائرة كاملة من نجم ونقول اللي مفميش حتى عناية بالمعالم الأثرية والتاريخية معداء البعض اللي هي يتيك فقط تركيز على معلم الأثري يتيك فقط ليس هو الحل لأنه بطبيعة التاريخ التراث والتاريخ هو ينجم يكون في نفس الوقت حافظ سياحي قبل والتوا يجيوا كيران ويجيوا يدوروا ويجيوا يزوروا ولكن ما فماش حاجة اللي تخليهم يرجعوا لأنهم فماش سيانة كجانب تشريعي يلزم نقوموا بدورنا اللي نسعاو بجميع مجهوداتنا بش ترجع الوزارة شو نخدمو يعني سباح يلزم ترجع تتخدم كي ما كانت تخدم نفس النمط وبطبيعة الحال فم حفريات جديدة اللي هي الناجم ساعة تطلع ديما لأن زون هي فما على الجبل لكلها نفس الشان فما أثار متسلسلة مربوطة ببعضها يلقاوا الأثار ولكن متروكة فما معالم ما هيش مؤطرة واللي هي أثرية وتاريخية ما هيش مؤطرة إلى يومنا الآن يلزم العناية ويرزم الوقفة كبيرا نختم معك حاتم الهواوي المترشح عن دائرة جندوبة ولاية جندوبة متساكني القطاع الغابي بجندوبة يمثلوا تقريبا نصف متساكني الولاية ككل تحت رقابتك كان إذا كان هذا مخالف للواقع كيفاش مش تعملوا على التمكين الاقتصادي لهم بالتحديد وبالذات وأحداث موارد رزق تكون قارة ومشاريع صغرى انثمنوا فيها الكفاءات اللي عندهم الحرف اللي هما يكونوا ممتازين ومتميزين فيها لا يخف خاف كونه جندوبة صنفت كمعناها ولاية الثروات الرهيبة والتفقير الممنهج الرهيب اللي يقول جندوبة يقول للأسف المعينات المنزلية اللي يقول جندوبة يقول التليفريك اللي للأسف حد هذه اللحظة ما شافش النور اللي يقول جندوبة يقول أكبر مخزون مائي وما ليه عتاشر في جندوبة نعانوا من خمسة فتورات وعندنا الماء الصالح للشراب اللي ما تمتعش به معناها أهالي المنطقة حلقوم اللي يعدي الماء يقف فيه بشر كامل لكن مننا ومننا بهي هايز جران انتع ما يعبي فيه بشي يكفل الماء اللي هو مكفول بالدستور عنا صغيرات معناها تمشي كيلومترات ما الكيلومترات بش ما تقراش على روح تمشي زي ما تعبي الماء وهذا معناها لن يستقي ما الشي إذن كيف كيف نحب نحكو على جندوبة كونها معناها بلاد فلاحية والفلاح في جندوبة ياخو بالدال الماء نقصه جمع على جمع هذية على الأخرين وهذا طبعا ما يعدي ناش إذن جندوبة بلاد المنافذ اللي كل معناها اللي تتوفر فيها كل سبول الاستثمار معناها لكن للأسف بقيت معناها خلف الفترينا وكانت بعيدة طبعا أو تنتمي إلى الولايات اللي نقول عليهم نموتوا نموتوا مقارنة بالولايات الأخرى اللي فيها يحيى الوطن كان محتمل شنو تصورك لإيجاد الحلول ليهم ولسكان المتساكني القطاع الغاب شكرا إذن في مستوى المعناها التشريعي الموكول لنا يجب أن نعمل معناها على بعض فرص العمل قروض معناها تنموية وليس بسهلكية إذا كنا نعطيه قرض رويلز معناها الرافقه بشينجح المشروع متاعه وطبعا تحريك المناطق الصناعية الموجودة غادي والبلاتفورم اللي يزمها تكون موجودة غادي بشتكفل تسويق المنتوج المترشح عن دائرة جندوبة شكرا أيضا وليد أحباب المترشح عن دائرة إيتيك ماتر شكرا وفار رحماني المترشح عن دائرة القيروان الجاروبية وشكرا لطفي رمضان المترشح عن دائرة الزاوية القصيبة الثريات شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة الموعد يتجدد غدوة في نفس التوقيت في غنظة ونوف على قناة التاسعة لكن أيضا في جزئنا الثاني التغطية متواصلة لتشريعية 17 ديسمبر 2022 وكيد نستقبل أربعة مترشحين أجدد نخليكم تواصلوا صهرة مع زميننا عادل بوهلال وكافة فريق التاسعة سبور أنا مبقى لكم نقول لكم سبحانه خير الناس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر